اشتركوا في القناة كما تلاحظون أن النظام هذا يحتوي على جزئين جزء الأول وهو جزء التحضير وجزء الثاني نظام يكون في حالة الإنتاج العادي هذا النظام في المناولة الهيكلية يحتوي على ثلاث أشغلات أساسية الأشغلة الأولى تقوم بها رافعة A وهي التي تدفع الصفائحة الأشغلة الثانية تقوم بها رافعة B مع المحرك الذي يدير مقاب ووظيفة هذه الأشغلة هي الثقب القطاع والأشغلة الثالثة تحتوي على رافعتين ووظيفة هذه الأشغلة هي الطيئة الصفائح النظام لا يشتغل يجب أن نحضر الصفائح المعدنية بهذا الشكل كما تلاحظون في المتمن قيادة والتهيئة قبل ما تنشط مرحلة عمل تحضيري يجب أن تتوفى الشروط الابتدائي كما تلاحظون الشروط الابتدائي هي S في صفر B واحد وC صفر إذن S ما وظيفته؟ وظيفتها كشف عن صفائح المعدنية والملتقط B صفر يبين لنا أن رافعة B في حالة راحة وملتقط C صفر يبين لنا أن رافعة C في حالة راحة وملتقط B واحد يبين لنا أن رافعة ساقوة خارجة في حالة راحة عندما تتحقق هذه الشروط الثلاثة في الأعمال التحضيرية ماذا تلاحظون؟ تلاحظون نزول الصفحة فأول فعل هو خروج رافعة رافعة تدفع القطعة أمام مركز الثقب عند الضغط على ملتقط A بهذا الشكل تعود الرافعة إلى حالة الابتدائية ففعل الموالي هو خروج الثقب رافعة بمع دوران المثقب أي يعني ثقب القطع ثم الفعل في محل رقم 6 هو دخول ساقة رافعة واستماد دوران المحرك كما تلاحظون لقد قمت بثقب القطع عندما يتحقق بصفة ينتهي العمل التحضيري فتصبح مناولة هيكارية بهذا الشكل الآن نظام في حالة الانتاج العادي أول أشغولة كما تلاحظون أشغولة رقم 1 وهي أشغولة تقديم الصفحة شيء الذي تلاحظونه أن الصفحة الثانية تدفع الصفحة الأولى إلى المركز طيب بهذا الشكل عندها ضغط على ملتقطة تعود الرافعة إلى حالة ابتدائية وتنزل الصفحة ثانية أما أشغولة 2 و أشغولة 3 متزامدتين يعني في آن واحد الصفحة الغير مثقوبة يتم ثقبها عن طريق رفعة B بهذا الشكل خروج ساقة رفعة و دوران المحرك إلى غاية ضغط على B1 يتم ثقب القطعة ثم دخول ساقة رفعة عند ضغط على B و في آن واحد القطعة المثقوبة يتم طيها و ذلك عن طريق دخول ساقة رفعة B إلى غاية ضغط على B0 ثم خروج ساقة رفعة C إلى غاية ضغط على C1 كما تلاحظون أصبحت قطعة على شكل حرف B ثم تعود ساقة رفعة إلى غاية ضغط على C0 و آخر مرحلة في أشغولة 3 هي خروج ساقة رفعة إلى غاية ضغط على B1 وتصبح القطعة على شكل حرف B هنا أنهيت ثلاث أشغولات وتعادل شغول عقم واحد بنفس الطريقة حيث القطعة غير مثقوبة تطفع قطعة المثقوبة إلى مكان الطي والقطعة المطوية تذهب إلى الصندوق أو إلى مكان وضع قطعة المطوية الآن بعدما شرحت لكم المناولة الهيكلية الآن سنجيب على الأسئلة في سؤال رقم 2 طالب منك استخراج الشرط الأولية لمناولة الهيكلية الشرط الأولية ماذا تساوي هي الشرط التي تبين لي أن النظام في حالة الإبتداء إذن ماذا تساوي؟ تساوي C0 في B0 في B1 بهذا الشكل ويجب إضافة ملتقط S لأنه في الأعمال تحضر في S وأضافت S لأنه في المثمن قيادة وتائية يقول لي أن الشرط الأولية هي S في B0 في B1 في C0 سؤال رقم 3 قال لك ما دور مرحلة X31 ومرحلة X21 X31 هي مرحلة الانتظار بنسبة لفرع شغولة 3 أما X21 كذلك هي مرحلة الانتظار بنسبة لشغولة 2 أي أن هذا الفرع ينتظر فرع شغولة 3 وهذه المرحلة الانتظار تنتظر شغولة رقم 2 إذن مباشرة تسمى مرحلة X31 وX21 بمرحلة الانتظار كما رأيتم في الشرح لاحظتم أن في المناولة الهيكلية عملية الثقب تمت قبل طيء ولذلك مرحلة 2 تنتظر شغولة رقم 3 إلى غاية الانتهاء لكي يتطور متمن إلى شغولة رقم 1 سؤال رقم 4 طلب مننا رسمة من شغولة رقم 3 أول شيء شغولة طيء رقمها 3 انطلاقا من متمن الانتاج العادي كما تلاحظون طيء شغولة رقم 3 فأرقم شغولة برقم 3 فحذاري ترقمها من الجدول بعدها مرحلة ابتدائية تكون برقمها 30 ثلاثة رقم شغولة وصفر مرحلة الابتدائية عندما تنشط شغولة 3 تعطي نداء هذا نداء على شكل إشارة X3 هل يتطور متمن من 30 إلى 31؟ لا يتطور إذن ينتظر إشارة أخرى وهذه الإشارة تأتي من متمن قيادة والتهيئة نبحث عليها إذن المستطيل المكتوفي إذن بتشغيل آلي رقمه 104 إذن X3 في 104 هل نضيف B1 في صفة في B0؟ كما تلاحظون أنها موجودة في الشرط الإبتدائية لا داعي لكتابتها عندما يتحقق الشرط X3 و X104 ومرحلة ابتدائية نشطة فنلاحظ أول فعل ما هو وهو الدخول ساقة رافعة إذن رقم مرحلة هو 31 والفعل الذي لاحظتمه هو الدخول ساقة رافعة ونرمز لها BDB ناقص D بمعنى ديستريبتور موزع B رافعة وناقص بمعنى دخول ساقة رافعة لكل فعل نهاية ما هو نهاية هذا الفعل؟ هو عندما يضغط على ملتقط B0 إذن شرط الانتقال أو قابلية هو B0 كما تلاحظون مرحلة 31 نشطة وبـ 0 محقق اللون الأحمر بمعنى شرط محقق اللون الأبيض بمعنى شرط غير محقق وبالتالي تنشط مرحلة جديدة هي 32 وتخمل 31 وفي هذه المرحلة نلاحظ فعل جديد وهو خروج ساقة رافعة C إذن مرحلة 32 يرافقها فعل DC زايد كما تلاحظون يتم طي القطع عن طريق خروج ساقة رافعة C إلى غاية الضغط على C1 إذن شرط انتقال جديد هو C1 32 نشطة وC1 محقق وبالتالي تنشط مرحلة 33 وتخمل مرحلة 32 في مرحلة 33 ما الذي تلاحظونه هو دخول ساقة رافعة C أو عودة ساقة رافعة C إلى حالتها الإبتدائية لماذا كتب دي سي ناقص C رافعة C ناقص دخول ساقة رافعة وبما أن الموزع ثاني الاستقرار يجب تغذية رافعة DC زايد لخروج ساقها ولإرجاع ساقها يجب تغذيتها تغذية عكسية عن طريق DC ناقص ما الذي يبين لي أن رافعة عادت إلى حالتها الإبتدائية هو الملتقد C صفر ثم تأتي مرحلة 34 مرحلة 34 ماذا تلاحظون فيها خروج ساقة رافعة بإذن فعله ودي بي زايد إلى غاية الضغط على ملتقد B1 وهنا تلاحظون انتهت الأشغلة رقم 3 وكل الأشغلة تنتهي بمرحلة انتظار هذه مرحلة انتظار رقمها 35 وهذه المرحلة تعطي الجواب إلى متمن الانتاج العادي بأن الأشغلة 3 انتهت وبالتالي الشرط هذا هو X35 وبالتالي تخمل أشغلة 3 وتنشط أشغلة رقم 1 وبعدها تزول إشارة X3 أي تتحقق X3 ويعود المتمن إلى الحالة الابتدائية هناك احتمالات ممكن تعطى في البكالورية احتمال أول يقول لك أن رافعة C تحتوي على ملتقطين بهذا الشكل C0-C1 وموزع أحادي الاستقرار كيف يصبح المتمن؟ المتمن هو نفسه المتمن الأول يحتوي على ملتقط 1 وموزع أحادي الاستقرار كما تلاحظون بهذا الشكل هنا المتمن يتغير ويصبح يحتوي على خمس مراحل إذن عندما يتحقق شرط B0 DC تخرج ساق رافعة C عندما تضغط على ملتقط C1 مباشرة ساق رافعة يعود تلقائيا لأن موزع أحادي الاستقرار من قبل وضعنا مرحلة فارغة لأن هنا رافعة تحتوي على ملتقطين في هذه الحالة رافعة تحتوي على ملتقط 1 أي لا يهمنا كيف تعود ساق رافعة ولا يهمنا شرط الابتداء الاحتمال الثالث يقول لك أن رافعة B تحتوي على ملتقط 1 كما بهذا الشكل وموزع أحادي الاستقرار إذن عندما تنشط مرحلة 31 تدخل ساق رافعة إلى حالتها الابتدائية إلى غاية الضغط على B0 في مرحلة 32 ماذا تلاحظون كتبت DC زايد وكتبت كذا استمرارية تغذية DB لماذا؟ بمجرد أقطع التغذية عن رافعة ما الذي يحدث لها تعود إلى حالة الابتداء أي خروج ساق رافعة إذن أكتب DB استمرارية تغذية DB لأحافظ على الحالة الدخول بعدها في مرحلة 33 DC ناقص واستمرارية تغذية DB عندما يتحقق شرط C0 في 34 بالطبع ستعود رافعة B إلى حالة الابتدائية ركزوا جيداً على موزعات أحادية استقرار في مرحلة 31 غضية DB في مرحلة 32 استمرارية تغذية رافعة لكي لا يعود ساق رافعة إلى الحالة الابتدائية وفي مرحلة 33 كذلك استمرارية تغذية رافعة وكان هذا المتمن وفق دفتر الشروط احتمال رابع يقول لك رافعة B تحتوي على ملتقطين وموزع أحادي الاستقرار في هذه الحالة نغضي DB ليدخل ساقة رافعة إلى غاية ضغط على B0 في مرحلة 32 خلل ساقة رافعة C واستمرارية تغذية رافعة B في مرحلة 33 دخول ساقة رافعة C واستمرارية تغذية رافعة B عند الضغط على ملتقطة C0 توجد مرحلة 34 فارقة وهي التي يتم فيها قطع التغذية على رافعة B وعندما تقطع عليها التغذية بما أن موزع أحد الاستقرار تعود رافعة تلقائيا إلى غاية الضغط على ملتقطة B1 ثم تأتي مرحلة الانتظار خاصة بالرافعة وهذه مرحلة الانتظار تساهم في تطور متمن إنتاج العادي سؤال رقم خمسة طلب مننا معادلات التنشيط والتخميل لأشغول رقم واحد كما تلاحظون أشغول واحد متمنها عبارة عن متمن إعادة المراحل بالضبط قفز المراحل نبدأ في المرحلة الابتدائية المرحلة الابتدائية X10 تنشطها المرحلة القبلية مرفوقة بشرط كم توجد مرحلة توجد مرحلة واحدة إذن X10 تنشطها X13 في X1 أو زايد في حالة وجود خلل زايد X200 لماذا قلت X200 لأن متمن الأمن يحتوي على مرحلتين أفصلاح جيبية موجودة في مرحلة X200 لذلك أكتب X200 أما التخميل مرحلة X10 تنشطها المرحلة البادية فقط وهي X11 X200 يدخل في التنشيط في المرحلة الابتدائية فقط ويدخل في باقي المراحل في التخميل نذهب إلى مرحلة X11 كما تلاحظون هذه هي المرحلة X11 تنشطها المرحلة القبلية إذن هي X10 في شروط الانتقال X1 في X104 في S كما تلاحظون شروط الانتقال دائما أكتبها باللون الأسود نذهب إلى التخميل X11 تخملها المراحل البادية كم توجد مرحلة البادية هنا؟ توجد مرحلتين المرحلة الأولى هي X12 ومرحلة الثانية لاحظوا اتجاه السهم إلى مرحلة 13 إذن X11 تخملها مرحلة X12 أو لأنه تعاقب أو أو X13 أو في حالة وجود خلل يعني زيد X200 مرحلة X12 تنشطها المرحلة القبلية مرفقة بشاط وهي X11 في A في N وتخملها المرحلة البادية هي X13 أو في حالة وجود خلل زيد X200 آخر مرحلة وهي مرحلة X13 كما تلاحظون في التنشيط تنشطها مرحلتين المرحلة الأولى هي X12 مرفقة بشرط تأجيل X12 في T أو نلاحظوا هذا السهم أين ذاهب ذاهب إلى رأس المستطيل X13 إذن تنشطها X12 في T أو X11 في A في N ومرحلة X13 تخملها المرحلة البادية هي X10 أو في حالة وجود خلل زيد X200 احتمال ممكن في مكان X20 نضع X21 لكن متى لما يعطيك متمن الأمن يحتوي على ثلاث مراحل حيث F سلاس جي بيان موجودة في X21 في هذه الحالة لا نكتب X13 في X1 بار زيد X20 بل نكتب زيد X20 واحد دائما ركزوا دائما ركزوا على F سلاس جي بيان في أي مرحلة موجودة هل هي في مرحلة X20 أو X20 واحد سؤال رقم 6 طلب منك ترسيد متمن أشغول واحد بالمعاقب الهوائي بما أن المتمن يحتوي على أربع مراحل في هذه الحالة نحتاج إلى أربع مقايز كما تلاحظون المتمن الموجود عندي هو متمن إعادة هو متمن قفز المراحل في هذه الحالة ركزوا جيدا أهم شيء أهم شيء أم هاي شيء ما هي المرحلة التي حدث فيها تعاقب قفز المراحل هل هي X11 أم X12 بالطبع هي X11 لأن خروج منها سهم سهم الأول والسهم الثاني يجب أن نلونها من بعد ما الذي نفعله لاحظوا في الشروط الانتقال إذا كانت هناك شروط متشابهة ما الذي نفعله في مقياس 11 نرسم سهمنا ونكتب A شرط متشابهة وإذا لا توجد شرط متشابهة في هذه الحالة نرسم سهمنا ونكتب بنوماتيك فتحة تغذية P والتي نقصد بها واحد منطقي نرجع إلى متمن نلاحظ في مرحلة 11 تفرع يوجد شرط متشابهة ما هو شرط متشابهة هو A في هذه الحالة نضع سهمنا ونكتب A وهنا نكتب في مخرج A نكتب معادلة X11 في A هذه هي حل مشكلة المعاقبات إذا قمت بهذه الملاحظة صدقني لا تجد أي مشكل في المعاقب الهوائي الآن نبدأ في التجسيد نبدأ في مرحلة X10 ما الذي ينشط مرحلة X10 ينشطها المقياس X13 لاحظوا المخرج A X13 مربوط ب A في هذه الحالة تصبح المعادلة X13 في صفر لماذا صفر لأن كل مقياس يرفق بالقابلية إذن هنا يجب أن أكتب شرط هو X1 إذن معادلة هذا الخط هي X13 في X1 X10 تنشط X13 في X1 أو ZX20 لذلك يوجب علي إحضار بوابة أو تحتوي على مدخله مدخل أول يحتوي على معادلة X13 في X1 ومدخل ثاني نكتب X20 نذهب إلى التخميل X10 تخمل X11 تخمل عن طريق المخرج تخميل B إذن نربط مخرج B للمقياس 11 بالمدخل B للمقياس 10 أما الأفعال في المرحلة الابتدائية لا توجد الأفعال هنا يجب أن نضع السدد لكي لا يضيع الهواء أنهينا من X10 نذهب إلى مقياس 11 مقياس 11 ما الذي ينشطه ينشطه المقياس 10 بلون الأحمر وأربع شروط في هذه الحالة لو أربط بهذا الشكل ما هي معادلة هذا الخط الأصفر معادلة هو X10 في سفر لماذا سفر لأنه لا توجد قيمة هنا ولا توجد هنا ولا توجد هنا إذن هذه القيم نضع هنا تصبح X1 في X104 في سفر ثم أضع S فتصبح المعادلة X104 في X1 في S في مخرج المقياس X10 وهي محققة أما التخميل X11 يخملها إما X12 أو X13 يجب هنا وضع بواب أو X20 نلاحظ في هذه الحالة ربطتها بX20 أي حققت X20 وX20 تخميل جماعي يخمل X11 وX20 وX13 بقي X12 وX13 في هذه الحالة أحضر بوابة أو بمدخلين كما تلاحظون أن البوابة مربوطة في B هذا B ينتمي إلى مقياس 11 وB مخرج ينتمي إلى مقياس 12 هنا أكتب أين هي هنا أكتب X12 مخرج X12 بقي X13 أين هو X13 هذا هو سهم B لX13 يربط بهذا شكل بقي لأفعال كما تلاحظون مقياس 11 يحتوي على فعل dA أضع سهم وأكتب فعل dA نذهب إلى مقياس 12 فمقياس 12 ينشطه مقياس 11 مربوطين مع عنا أو مع شرطين A و N في هذه الحالة من الذي تلاحظون تلاحظون أن السهم هذا معادلة X11 ف A مالذي ينقصه أن في هذه الحالة نحضر بواب و بمدخلين مدخل الأول و مدخل الثاني يربط بهذا السهم وتصبح المعادلة X11 في A في N وهو المطلوب لذلك ركز على هذه المعادلة لأنها مهمة كثيرة أما التخميل X12 يخميل X13 أو X200 X200 موجودة تخميل جماعي و X13 تربط بهذا الشكل هذا B هو مدخل مقياس X12 و B هذا هو المخرج ل X13 الأفعال 12 تحتوي على فعلين الفعل أول وهو T والفعل الثاني أرجع العدد إلى صفة رميز A 0 آخر مقياس وهو مقياس X13 X13 ينشطه X12 في T هذه X13 ما الذي ينشطها X12 في T أي ربط هذه المعادلة بهذا الشكل ماذا تصبح X12 في صفر لأنه لا يوجد شرط هنا أكتب الشرط فيصبح X12 في T مربط ببوابة أو لأن هناك احتمالين احتمال أول X12 في T احتمال ثاني هو X11 في A في N بار X11 في A موجودة عندي من قبل ما الذي ينقصه ينقصه N بار فلذلك يجب أن أحضر بوابة وبمدخلين هذه النقطة ربطها بهذه البوابة مع N بار فتصبح معادلة X11 X11 في A في N بار أو X12 في T وهو المطلوب أما X13 ما الذي يخمل X200 تخمل جماعي ويخمل X10 عن طريق هذا المخرج أما الأفعال X13 لا تحتوي أفعال وبالتالي هنا نضع السدد سؤال الرقم السبعة أعطى لك مقحل ذو مرجع BSS50 وطلب منك معرفة اسم هذا المقحل هذا المقحل يسمى بمقحل دارلينتون وهو عبارة عن تركيبة مقحلين أنبيا من نفس طبيعة المادة ولديه رمز مختصر وهو رمز مثل مقحل أنبيان مضاف إليه خط ثاني كما تلاحظون خطين متوازين سؤال رقم 8 طلب منك استخراج مقاومة داخلية المرحل RKA هذه المقاومة كما تلاحظون في الجدول اختيار مراحلات لدينا ثلاث مراحلات مراحل أول يشتغل تحت جود 5 و المراحل الثاني يشتغل تحت جود 12 و المراحل الثالث يشتغل تحت جود بـ 12 و مقاومة الداخلية تساوي 500 أوم سؤال رقم 8 طلب منك حساب التيار في المراحل كهرومياناطيسي كي يقصد بهذا التيار E نقدر نسميه التيار E نقدر نسميه التيار EC لأنه هو التيار الجامع و كذلك نقدر نسميه ER يعني تيار ليمر في المقاومة الداخلية للمراحل كهرومياناطيسي سؤال كي يقول أحسب الطيار ولا مقاومة ولا الجهد دائما دائما نلجأ إلى قانون أوم إذن قانون أوم ما هو قانون أوم هو ينص على حساب الجود يساوي مقاومة الداخلية لهذه المقاومة والتي هي R K فالتيار الذي يجتازها أنا اسميته ER K يعني تيار ليمر في مقاومة مراحل كهرومياناطيسي إذن ER K هو المطلوب ويساوي VR K على R K R K وجدناها تساوي 500 أوم VR K مجهولة في هذه الحالة نلجأ إلى قانون ثاني وهو قانون عروات قادر أي شخص قادر أي شخص يستخرجها مباشرة من هنا VR K VR K ماذا تساوي تساوي جهد المصدر ناقص V س س يحولها إلى دار بسيطة كما تلاحظون لدي 12 وهو قطب موجب V CC بعد V CC ما الذي يأتي تأتي مقاومة داخلية للوشعة بهذا الشكل وبعد المقاومة الوشعة ما الذي يأتي يأتي مقحل دار لينتون أنا أرسمت رمز المختصر وبعد دار لينتون شي جي جي ما أخذ الأرض إذن يتيم غلق دار تغلق الدار بهذا الشكل بقطب سالف تلاحظون أصبح الدار بسيطة مطلوب مني هو حساب الجهد بين طرفي RK في هذه الحالة أولا يجب معرفة مرورت هي مر من قطب الموجب إلى قطب السالب ثانيا استقطابية استقطابية مرورت دائما من قطب الناقص إلى قطب الموجب استقطابية مقاومة يجب أن تكون عكس التي وبالتالي تكون بهذا الشكل واستقطابية الأخيرة هي VCU لماذا أضفت لأن المقحل يعمل في حالة تشبه يطلب منك تحسب مقامة ولا تيديمة المقحل يجب أن يكون في حالة تشبه إذن ما هو قانون العروات قانون العروات هو المجموع الجهود في دارة مغلقة يسوي السفر الجهد الذي تكون استقطابية مع العروة يكون موجب والذي تكون استقطابية وعكس العروة يكون سالب من قانون العروات لدينا VCO ساتوري مع العروة مع أنت موجبة زايد VRK VRK مع العروة تكون موجبة وVCC عكس العروة تكون سالبة الكل يساوي صفر أنا أبحث على VRK إذن VRK ماذا يساوي؟ يساوي VCC ناقص VCO ساتوري بالتعويض في واحد إذن ERK ماذا يساوي؟ يساوي VCC ناقص VCO على RK VCO ساتوري كما هنا كما تلاحظوا أعطينا في الوثائق الصانع قالنا باللي VCO ساتوري تساوي 0.3V هنا أعوضها 0.3V إذن لم يعطي لك الجدول الصانع في هذه الحالة نعتبرها تساوي 0 إذن إذن تساوي 12 ناقص 0.3 على 500 وتساوي 0.0234 أمبير إذن ERK تساوي 2.34 ميلي أمبير سؤال رقم 9 طلب مننا رسم خطط منطق لعدات ترديده 48 كما تلاحظون 48 يتكون من رقمين رقم الأحد ثمانية ورقم عشرات أربعة في هذه الحالة يجب علينا إحضاء دارتين مندمجتين دارة الأولى تعود الأحد والدارة الثانية تعود العشرات بعدها نتخلص من A91 و A92 وضيفة A91 و A92 إرقام العداد على رقم 9 إذا كانت في آن 1 و 1 منطقي ثانيا نربط الميقاتية في الدارة المندمجة الأولى بما أنني ربطت الميقاتية في هذه الدارة فتصبح هذه هي دارة الأحد ركزوا جيدا على الميقاتية عند ربط الميقاتية بي سي كا A فقط هذه الدارة المندمجة ترددها 2 كي A نشطة أما الباقي المخارج خامنة بعدها نربط كي A بي سي كا B فيصبح عداد تردده 10 إذن هنا العدد يعود الأحد ولا يعود العشرات لأنه لا يتلقى جبهات نازلة لكي يتلقى جبهات نازلة يجب ربط آخر مخرج كي D بي سي كا A وبالتالي هنا يصبح العداد تردده 20 لماذا 20؟ لأن الأحد تردده 10 والعشرات مربوط سي كا A فقط إذن عداد تردده 2 2 في 10 تساوي 20 آخر شيء أفعله هو ربط كي A بي سي كابي فيصبح عداد تردده 10 10 في 10 عداد تردده 100 في هذه الحالة عداد تردده 100 لم أصل إلى عداد تردده 48 إذن لي رسم عداد تردده 48 أول شيء لازم أن الجسد عداد تردده 100 إذن هذه دارة مندجة وظيفته عداد العشرات بعدها نذهب إلى الإرغام لاحظوا في الرسم في التكريب المعطى في الرسم ما الذي يرجع العداد إلى السفر إما عن طريق رميز A0 أو عن طريق تنشيط مرحلة X12 في هذه الحالة نكتب هنا رميز A0 وهنا X12 والمخرج البوابة يربط بالمدخل مسح الجماعي هل مخرج البوابة مربوط بأحد مداخل بوابة OR؟ لا ليس مربوط بعد الانتهاء ما الذي أفعله؟ أجلب بوابة OR عدد مداخل بوابة OR أستخرجه من تحويل من نظام عشري إلى نظام ثني حذاري أن تحول 48 من نظام عشري إلى نظام ثني يجب عليك أن تحول 8 على حدة وأربعة على حدة نبدأ في 8 أربعة ويتكون من رقمي 8 هي الأحد لازم تكتبوها بما تغلطوش وربعة عشرات بثمانية هذه مع أن تنجبوها من دارة مندمجة هذه وربعة نجبوها من دارة مندمجة هذه شكولي بيها لهذه الكلمات عشرة نبدأ في رقم ثمانية رقم ثمانية بنظام عشري ماذا يساوي بنظام ثني يساوي ألف نحتاج الوحدات منطقية فقط يوجد لدي واحد منطقي وهو الوزن الأقوى إذن كي دي بما أن كي دي يساوي واحد المخرج كي دي أربطه في البوابة بقي لي رقم أربعة أحوله من نظام عشري إلى نظام ثني ما الذي يساوي يساوي صفة مئة إذن واحد هو يخص بيت سي البيت كي سي إذن مخرج كي سي يربط بالمدخل البوابة وفي هذه الحالة أنجزت عدد ترديده ٤٨ بدارات مندمجة ٧٤ ألس ٩٠ سؤال رقم عشرة أعطى لنا هذا التركيب وقال لنا ما نوع هاته المؤجلة؟ هاته المؤجلة باستخدام خلية أل سي في هذا التركيب قد رجيك أسئلة قد يسألك ما هو وظيفة ٥١١ وظيفة ٥١١ إذن بالتأجيل هي إذن بالشحن المكثفة إذن بالتأجيل المقاومة المتغيرة بي بما أن مقاومة متغيرة بي معناتها تزيد زمن شحن ولا تقلل زمن شحن وبالتالي تضبط زمن تأجيل إذن مقاومة بوظيفة هذا الضبط زمن تأجيل إما عن طريق النقصان أو عن طريق زيادة قد رجيك على ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ في حالة يكون مشبأ وشعة ممغنطة في حالة يكون مانع وشعة غير ممغنطة ووظيفة هذا التركيب يحتوي على وشعة وتامس إذن يسمى هذا التركيب بالمراحل كهرومغناطيسي ووظيفة عزل دار التحكم عن دار استطاعة وتحكم في هذا التامس موظيفة ثنائي الديود تسمى هذه الثنائي الديود بالعجل الحرة وظيفتها حماية المقحل من تيارات تحريضية ناتجة عن الوشيعة عن تحريض الذاتي موظيفة X13 عندما يغلق التماسس يمر التير إذن X13 انتهاء زمن التأجيل سؤال رقم 11 طلب منك حساب المقاومة المتغيرة بي من أجل الحصول على زمن تأجيل قدره 10 ثواني إذن قبل استخراج العبارة أشرح لكم هذا التركيب في حالة الإبتدائية كما تلاحظون جهد بين طرفي المكثفة يساوي صفر VOT وبالتالي هل يغضى فيزينر لا يغضى إذن مكثفة هي التي تغضي هذه الدارة التي تحتوي على ثنائي الزينر ومقحة فيزينر وثنائي الزينر تلاحظون أنه في الاستقطاب العكسي لا يمر الجهد إلى غاية تزويده بالجهد يسمى جهد الانهيار وجهد الانهيار هنا في الوضع الإفصاني قال لكم يساوي 6.2 VOT ما معناه 6.2 VOT معناه ثنائي الزينر لكن تعطيله أقل من 6.2 VOT ما يمرش تيار المقحة في حالة ابتدائية VC يساوي صفر وبالتالي VZ جهد يساوي 0 VOT المقحة الفي بيو ما وصلهش جهد يساوي 0 VOT بما أن في هذه الحالة مقحة ما هو مقحة مانع وبما أن مقحة مانع فإن الوشعة غير ممغنطة والتماس يبقى مفتوح عندما تنشط محلة X12 تتغير حالة التماس وبالتالي تشحن مكاثفة عن طريق مصدر جهد 12 VOT وينتقل الطيار بهذا الشكل ينتقل عبر مقاومة P وعبر مقاومة R موصولتين على تسلسون ثم تبدأ تشحن المكاثفة عندما تصل مثلا جهد المكاثفة 2 VOT يصبح في زينر جهد مطبق عليه 2 VOT لكنه لا يمرر للمقحة لأنه لم يصل له جهد الانهية إذن VPU بقي يسوي 0 VOT المقحة ما أعطيت له جهد العتبة وبالتالي مانع الموشعة غير ممغنطة والتماس ما زال مفتوح عندما يصل الجهد المكاثفة إلى 6.2 VOT أعطيت الجهد المناسب إلى ثنائية زينر يسوي 6.2 VOT إذن في هذه الحالة VCU 6.6 VOT في زينر يأخذ 6.2 VOT ويصبح ممغنطة كما بقي من الجهد؟ بقي 6.2 VOT بقي 6.4 للمقحة هل يمرر مقحة؟ لا يمرر لأنه في الوظائر الصانع قال لنا أن مقحة جهد عتبة VCU 6.7 VOT أي مقحة لا يمرر عندما يكون جهد مطبق عليه أقل من صفة 0.7 وبالتالي مقحة مانع وشعة غير ممغنطة وتماس ما زال مفتوح وعندما يصل جهد بين الطرفين المكاثفة 6.9 VOT وعندما يصل جهد بين الطرفين المكاثفة 6.9 VOT جهد المطبق بين طرفين زينر هو 6.2 VOT كم بقي من الجهد؟ بقي صفة 0.7 VOT إذن يتغذى المقحة بصفة 0.7 VOT وفي هذه الحالة يصبح المقحة مشبه ما معنى مشبه؟ أي أنه ناقل من كولكتور إلى إيميتور أي مقحة ساتوري ويصبح على شكل سلك قاطعة مغلقة وبالتالي التي يأتي من مصدر الجهد يمر عبر الوشعة ثم يجي المقحة المشبه أي سلك ويمر إلى جياندي وبالتالي تتمغنط الوشعة تصبح الوشعة ممغنطة عندما تتمغنط الوشعة تعكس حالة التماس يغلق التماس وفي هذه الحالة نقول أنه انتهى زمن التأجيل الآن نجيب على السؤال حساب المقاومة المتغيرة من أجل حصول على T17 ثواني لدينا ثلاث خطوات يجب إتباعها الخطوة الأولى استخراج عبارة زمن التأجيل مع وظيفة هذا التركيب تأجيل أي يجب علي استخراج عبارة زمن التأجيل T خطوة ثانية استخراج عبارة المجهول خطوة ثالثة هي تطبيق عددي أولا نبدأ في استخراج عبارة زمن التأجيل لدينا زمن التأجيل عبارة تساوي طو شحن في لن ناقص في إنيسيال ناقص في سيليتي نبدأ تشحن المكثفة عبر P و R موصولتين على تسلسل إذن طو ماذا يساوي يساوي مقاومة المكافئة في ساعة المكثفة المكافئة ويساوي P زيد R في C لأن المقاومة المربوطتين على تسلسل في فنال يساوي VCC في فنال لماذا يساوي VCC لأن المكثفة تشحن أين يقول جهد المكثفة أثناء الشحن؟ أكبر قيمة يقول لها هو جهد المصدر إذن في فنال يساوي VCC في إنيسيال ما هي اللحظة الابتدائية للتركيب؟ كان جهد المكثفة في لحظة الابتدائية يساوي 0 إذن في إنيسيال يساوي 0 فورت وآخر شيء وهو VCC هي اللحظة التي يتغير فيها التركيب متى تغير تركيب هذا؟ متى أصبح التمس مغلق؟ لما وصل جهد المكثفة إلى جهد VZ زيد VB لما وصل الجهد المكثفة 6.9 فورت إذن العبارة زمن تأجيل تساوي PZR في سي في لن VCC على VCC ناقص ما بين قصنا VZ زيد VB هذه العبارة زمن تأجيل با استخرج عبارة المجهول المجهول هو مقاومة بي إذن تساوي PZR في سي في لن VCC على VCC ناقص VZ زيد VB إذن PZR كنحولوها الطرف الثاني تساوي T على C لن VCC على VCC ناقص VZ زيد VB هذا كننقلوها الطرف ثاني تولي تقسم لأنه أي معامل فيه جودة كننقلوه الطرف ثاني واللي قسمه أي معامل فيه زايد كننقلوه الطرف ثاني واللي ناقص إذن بقي ل P إذن P ماذا يساوي؟ P يساوي T على C لن VCC على VCC ناقص VZ زيد VB وكنن نحولو إلى طرف ثاني ولي ناقص A بجيم تطبيق عددي إذن بي ماذا يساوي يساوي زبط تأجيل عشرة على 120 في عشرة قوة ناقص 6 حولتها 120 من ميكروفاراد إلى وحدة دولية فاراد في لن 12 على 12 ناقص 6.9 ناقص A اللي هي 33 كيلو أوم لازم ينحولها الوحدة الدولية واللي 33 في عشرة قوة 3 إذن بي ماذا يساوي يساوي 20 ألف أوم إذن بي ماذا يساوي يساوي 20 كيلو أوم سؤال رقم 12 طلب مني تحديد المنافذ مستعملة كمداخل وكمخارج كما تلاحظون هذه دارة مندمجة ميكرو مراقبة بيك 16 F84 طلب مني استخراج مداخل والمخارج استخراج مداخل والمخارج يجب علي استعانة بتوزيع المساري نبدأ نلاحظ أن قطب 4 يتلقى تيار وقطب 4 هو M إذن هو قطب المساري لا يهمنا نذهب إلى قطب 1 كذلك يتلقى التيار ورقم 1 من تلقى من توزيع المساري هو RA2 إذن RA2 يتلقى التيار إذن RA2 يعتبر مدخل كذلك قطب 18 كذلك يتلقى التيار من مصدر الجهد كما تلاحظون من مسار التيار من VCC 5V إلى قطب 18 من هو قطب 18 من توزيع المساري هو RA1 إذن RA1 وRA2 هم مداخل المداخل هي RA1 وRA2 أما قطب 17 كما تلاحظون يعطي التيار إلى قاعدة المقحل T وبالتالي مقحل T تعطي له التيار يصبح مشبع إذن قطب 17 من توزيع المساري هو RA0 إذن RA0 هو مخرج كذلك قطب رقم 2 يعطي التيار إلى قاعدة تنزيستوتيلي كي يصبح مشبع وعند قطع التيار أو الجهد يصبح مانع إذن قطب 2 هو إذن RA0 وRA3 مخرج ممكن إجابة بطريقة أخرى في هذه الحالة ترسم له سجل بورت A لماذا أرسمت سجل بورت A ولم أرسم سجل بورت B لأن كل هذه المداخل تنتمي إلى بورت B RA0 RA1 RA2 RA3 كلها تنتمي إلى بورت A بورت A يحتوي على ثمانية أبيات ثلاث أبيات غير مستعملة والترقيم يبدأ من جهة اليمنى إلى جهة اليسر أول بيت هو بيت رقم سيفر نبدأ RA0 هو مخرج ويرمز للمخرج برقم سيفر RA1 هو مدخل يرمز للمدخل برقم واحد RA2 كذلك مدخل يرمز للمدخل برقم واحد RA3 كما تلاحظ المخرج يرمز للمخرج سيفر رابعة غير مستعملة هنا لك الحرية إما تشحنها بقيمة صفر أو بقيمة واحد ومن أفضل بقيمة صفر إذن ما هي قيمة الشحن بورت A هي بنظام ثنائي 110 وبنظام السوداسي 10 عندما نحولها هي رقم 6 سؤال رقم 13 طلب منك تفسير هذه التعليمات تعليم الأولى MOVE LW OX 0 6 MOVE بمعنى أنقل L بمعنى قيمة مباشرة أين أنقل هذه القيمة المباشرة أنقلها إلى سجن العمل W إذن هذه التعليمات بمعنى أنقل قيمة المباشرة 06 بنظام السوداسي 10 إلى سجن العمل W يستطيع أن يعطيك نفس التعليمات لكن هنا لا يكتب لك OX بنظام السوداسي 10 إنما طريقة الشحن تكون بنظام ثنائي فتصبح بهذا الشكل MOVE LW B بمعنى Binar نقطة 0 110 نقطة فاصلة بمعنى هنا أشحن سجن العمل بالقيمة 110 بنظام ثنائي تعليمة الثانية MOVE W F تريس A MOVE متعامل MOVE معامل وتريس A متعامل MOVE بمعنى أنقل W محتوى سجن العمل أي أنقل محتوى سجن العمل إلى أين إلى F بمعنى File من هو الفايل الذي أريد أن ننقل له محتوى سجن W هو تريس A إذن بمعنى هذه المعلومة هي أنقل محتوى سجن العمل إلى سجن تريس A آخر تعليمة BSF Board A فاصل 1 المعامل B بمعنى بيت لأن Board A يحتوي على عدة أبيت Board A يحتوي على خمسة أبيت وثلاث أبيت غير مستعملة إذن B بمعنى بيت S بمعنى S ضع قيمة 1 في بيت F معنى File من هو الملف الذي أطبق عليه هذه التعليمة إذن هو Board A إذن Board A يحتوي على خمسة أبيت لذلك أضع فاصل 1 أي أن البيت الأول الذي ينتمي إلى Board A إذن بيت الأول بيت سفر R A 0 وبيت رقم 1 هو RA 1 إذن ما الذي أعطي قيمة 1 منطقي هو RA 1 إذن هذه التعليمة بمعنى إجعل RA 1 يساوي 1 منطقي سؤال رقم 14 طلب مني حساب الاستطاعات هناك احتمالات عديدة واحتمال الأول هو موجود في سؤال رقم 14 عندما يربط واط متر بين الطورين وهنا نحتاج إلى جهازين وتسمى هذه الطريقة بطريقة واط متر كما تلاحظون جهاز واط متر أول يربط بين الطور الأول والطور الثاني والجهاز الثاني يربط بين الطور الثاني والطور الثالث وهذه الطريقة تسمى بطريقة واط متر عندما يطلب منك حساب الاستطاع الاستطاع الكلية ماذا تساوي P تساوي P1 زي P2 أما استطاع الارتكاسية بهذه التجربة ماذا تساوي تساوي جذر ثلاثة في استطاعة جهاز الأول ناقص استطاعة الجهاز الثاني أما استطاعة ظاهرية تساوي انطلاقا من المثلث استطاعات تساوي جذر P مربع زي كي مربع نذهب إلى تطبيق العددي P يساوي باستخدام طريقة واط مثل تساوي P1 زي P2 وتساوي 1200 زي 840 وتساوي 1540 واط أما كي تساوي جذر ثلاثة في P1 ناقص P2 وتساوي جذر ثلاثة في P1 1200 ناقص 640 وتساوي 1490 فولت عنديل ريكتيف Vار أما استطاعة ظاهرية تساوي جذر P مربع زي كي مربع وتساوي 1242 فولت أمبير احتمال الثاني ممكن يطلب منك حساب الاستطاعات ويعطي لك الحمولة مربوطة بجهاز واحد جهاز استطاع واحد جهاز لقياس استطاع حيث هذا الجهاز مربوط بين فاز طروة مع ناتو أو فاز اثنين مع ناتو أو فاز واحد مع ناتو ويطلب منك حساب الاستطاعات في هذه الحالة في ماذا تساوي؟ تساوي استطاعة طور الأول في ثلاثة وهي عدد الأطوار كذلك كي تساوي كي في ثلاثة وانطلاقا من مثلث الاستطاعات علاقة كي بي 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 كي تساوي استطاع استطاع الفعالة بي في طنجنت في واس بمثلث استطاعات تساوي بي مربع زيد كي مربع هذا احتمال الثاني احتمال الثالث عندما يعطيك الجهود والتيارات فقط ويطلب منك حساب الاستطاعات هنا إذا كان ربط حمولة ربط نجمي استطاعة الملف استطاعة الفعالة لملف واحد عندما يطلب منك يقول لك احسب استطاعة ملف واحد فقط في حمولة ثلاثة طور إذن بي واحد ماذا تساوي تساوي جهد البسيط في التيار خط في كوز في جهد بسيط لأنها ربط نجمي أما استطاعة ثلاثة طور ماذا تساوي أو الكلية بي الكلية تساوي ثلاثة في بي واحد وعند تعويض نجدها تساوي جهد الثلاثة في الجهد المركب في التيار خط في كوز وجهد المركب يساوي جهد الثلاثة في جهد البسيط والتيار الخط يساوي جزء ثلاثات لتيار الطور إذن في الجزائر الجهد المركب هو 680 فولت والجهد البسيط هو 220 فولت أما بالنسبة الاستطاعة الارتكاسية كي واحد بالنسبة طور واحد تساوي جهد البسيط في التيار الخط في سينيس فيه بالنسبة الاستطاعة الارتكاسية كلية في حمولة ثلاثة الطور تساوي كي فيه ثلاثة كي واحد وتساوي جزء ثلاثة في الجهد المركب في التيار الخط أما استطاع الظاهرية بنسبة طور 1 تساوي جهد البسيط في الطيار وتساوي P 1 مربع زيد Key 1 مربع الكل تحت الجذر هذه خرجناها من مهثلث الاستطاع أما الاستطاع الظاهرية كلية في حمولة 3 طور تساوي جذر 3 في الجهد مركب في طيار الخط أو تساوي جذر P مربع هذه تعالى الكلية استطاع الفعالة زايد كيمو ربا هي الاستعالة الكلية الارتكاسية كل تحت جذب وهذه القوانين مستعملة كثيرا أغلب أسئلة 90% من الأسئلة نستعمل قانون جذب ثلاثة في الجهد المركب في التيار في كوس في ألف قلنا إذا كان ربط الحمولة ربط نجمي إذا أعطى لك ربط حمولة يكون ربط مثلاثي استطاعة ملفات الحالة ماذا تساوي؟ تساوي الجهد المركب ملف واحد فقط تساوي جهد المركب في التيار الطوارة كيزونا في التيار الطوارة في كوس في أما استطاعة الكلية تساوي بي تساوي ثلاثة في واحد وتساوي جذب ثلاثة في جهد المركب في التيار خط في كوس في إذن في الربط المثلاثي أو الربط النجمي الاستطاعة الكلية لا تتطيع دائما تساوي جذب ثلاثة في جهد المركب في التيار خط في كوس في الاستطاعة الظاهرية عفوا استطاعة الارتكاسية لملف واحد تساوي جهد مركب في تيارة الطاورة في سينيس في أما استطاع الكلية كي ماذا تساوي تساوي ثلاثة من كي واحد وبعد التعويض نجدها تساوي جهد ثلاثة في جهد مركب في تيار خط في سينيس في أي جي نعوضه بتيار اي إذن جي ماذا يساوي يساوي اي على جهد ثلاثة بعد التعويض نجدها بهذا الشكل الاستطاع الظاهرية الملف واحد تساوي جهد المركب في جي وتساوي كذلك جهد بي واحد مربع زيت كي واحد مربع أما استعاد ظاهرية كلية في الحمولة ثلاثة طور تساوي جذة ثلاثة في جهد المركب في تيار الخط وتساوي بالعلاقة المثالية تساوي بي مربع زيت كي مربع تكل تحت الجذة سؤال رقم 15 طلب منك حساب معامل استطاعة كوز في انطلاقا من مثلث الاستطاعات هو مثلث قائم حيث المجاور هو الاستطاعة الفعلية أو فعالة في والمقابل هو الاستطاعة الارتكاسية والوتر وهو الاستطاعة الظاهرية الكلية كما تلاحظون طلب منك حساب معامل استطاعة هو كوز في كوز في هو المجاور على الوتر ما الذي يجاور الزاوية هو P على الوتر هو S إذن قوز فيه يسوي P على S ويسوي 1540 على 242 إذن قوز فيه معامل إستطاعي سير 0.72 سؤال 16 قال لك ما الذي نفعله لنرفع معامل إستطاعي يعني نرفعه من 0.72 إلى قيمة أكبر منها لرفع معامل إستطاعي نقترح إضافة المكثيفات كيف ننظيف المكثيفات بما أن حمولة ثلاثة طول إما نربطها بربط متلثي أو نجمي ومن الأفضل إضافة ثلاثة مكثيفات ونربطها بربط متلثي حيث النقطة الأولى نربطها فاز 1 نقطة ثانية فاز 2 ونقطة ثلاثة فاز 3 هذه المكثيفات يكون ربطها على شكل المثلثي أفضل من ربط النجمي وهذه المكثيفات تقلل من تيار الامتصاص مثلا قد يجيك سؤال يقول لك محرك مربوط الشبكة ملاحظنا باللي ارتفاع درجة الحرارة في الأسلاك ما هو الحل المناسب؟ الحل المناسب في هذه الحالة إضافة ثلاثة مكثيفات وربطها بربط المثلثي لزيادة لزيادة في وفي ناس الوقت تقليل في التيارة الامتصاص وإذا قال لك المحرك في لحظة الإقلاع امتصى تيار كبير في لحظة الإقلاع أو في لحظة التشغيل في هذه الحالة نقترح إقلاع نجمي مثلثي بالنسبة لسؤال رفع عامل الاستطاعة قد يجيك سؤال آخر يقول لك نريد رفع عامل الاستطاعة من 0.72 لقناها إلى 0.9 حابين نحسنه في معامل الاستطاعة فكم تكون ساعات المكثفة؟ كم يجب أن تكون ساعات المكثفة؟ يجب أن يتحقق لي كوز في الجديد كوز في فتحة يساوي 0.90 هناك قانون سي يساوي بي معنى استطاعة المنتصى اللي حسبناها في طنجنت في نخرجها من كوز كوز في 0.72 ناقص طنجنت في فتحة نخرجها من كوز في فتحة الجديد معامل الاستطاعة الجديد 0.90 على 3 أوميغا هو النبضة في الجهد المركب مربع بما أن هذا ربط مثلثي تساوي على 3 أوميغا في الجهد المربع لو كان ربط نجمي وش هنديره نحيو غير هذه 3 نكمل خدمتنا نبدأ نبحث على طنجنت في بما أن كوز في القديم 7.72 نخرج منه الزاوية الطريقة العكسية عن طريق الحاسيب نلاحظ أنه فيه ساوي 43.94 ديقري ومبعدها نضغط على طنجنت لاحظوا بأنه زاوية 43.94 طنجنت فيه تحت 7.96 إذن هنا وجدت طنجنت فيه الآن أبحث على طنجنت فيه فتح يعني حاب نشوف الزاوية الجديدة اللي يعني حاب نضغط لها هنا معامل إستطاع الجديد اللي أنا أحب أن نصل له هو كوز فيه فتح يساوي 7.90 إذن زاوية فيه فتح الجديدة تساوي 25.84 كنديرو الطنجنت التاح لنقو طنجنت فيه فتح 7.84 إذن P تساوي 1540 واط حسبناها بطريقة واط مترين الجهد المركب في الجزاء هو 280 فولت النبض النبض يساوي 2 PF والأفريقون تاع الجزائر أو تواتر الجزائر يساوي 50 تساوي 2 في 3.14 في 50 وتساوي 3.14 راديا على ثانية إذن C ماذا يساوي يساوي 1540 في 6.96 على 3.14 في 6.80 موربع وتساوي C تساوي 5.43 ميكرو فارد إذن يجب أن تكون ساعة المكتفات ثلاثة فارد ليصعد المعامل الاستطاعة من 0.72 إلى 0.90 ملاحظة إذا كان ربط مكثيفات نجمي فإن القانون يصبح بهذا الشكل ووسعة المكثيفة الجديدة ماذا تساوي تساوي الاستطاعة الفعلية أو المتصة في ناقص تنجم في فتحة على جهود مراكب مربع فرق ما بين ربط النجمي ومثلاثي فرق هذه ثلاث ولذلك من مستحسن ربط المكثيفات ربط المثلاثي لأن سعة المكثيفة في ربط المثلاثي ضيع ثلاث مرات من ربط النجمي كذلك ما وظيفة المكثيفات ثلاثة وظيفتها رفع في معامل الاستطاعة وكذلك تقليل في التيار امتصاص مثلا لو يقول لك ربط محرك ثلاث طور بالشبكة فلاحظنا بعد التشغيل فلاحظنا ارتفاع درجة حرارة الاسلاك في هذه الحالة ما هو الحل المناسب حل مناسب اضافة ثلاث مكثيفات ربط المثلاثي مع الحمولة وذلك لتحسين معامل الاستطاعة وتقليل تيا الامتصاص قاد يجيك سؤال ثاني واحد اخر يقول لك في في لحظة الاقلاع المحرك لقينا مشكل المشكل هذا كيف نحل له لازم يكون اقلاع نجمي مثلاثي للتواصل معنا اتصلوا بنا او رسلونا عبر صفحتي في الفيسبوك محمد بن عربية او عن طريق انستغرام وهو محمد بن عربية ذان تويت او عن طريق قناة اليوتيوب جوكر اليك دعاؤكم لابي بالرحمة ولامي بشفاء هو غايتي واهم شيء عندي شكرا لكم على المتابعة وملاقات الخير ان شاء الله في ايام القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته